اشتركوا في القناة حيث ينتخب المواطنون بشكل مباشر ثمانية أعضاء يشكلون المجلس الاتحادية السويسري المجلس الذي يدير كفة شؤون البلد ويختار الأعضاء واحدا بينهم ليمثل سويسرا رمزيا في المحافل الدولية ثانيا شعب سويسرا مسلح لكنها آمنة جدا معروف أن انتشار السلاح بين المواطنين العاديين يتسبب في ارتفاع الجرائم وأعمال القتل يمتلك أغلب سكان سويسرا البلغ عددهم ثمانية ملايين نسمة حوالي 4.5 مليون قطعة سلاح بحوزتهم ورغم ذلك فتعتبر معدلات الجرائم في أدنى مستوياتها بهذا البلد لدرجة أنها تقل بكثير حتى مقارنة مع الملدان التي تحضر قوانينها امتلاك المواطنين الأسلحة النارية ثالثا سويسرا مستعدة لحرب نووية قد تبدو سويسرا محايدة وغير معنية بالمشاكل الدولية أو التحالفات العالمية حتى أنها لا تملك جيشا بالمعنى العسكري إلا أنها مستعدة لأي عدوان وإن كان نوويا تطفو سويسرا على شبكة أنفاق وملاجئ واسعة ومجهزة بكل الضروريات ويفرض القانون السويسري على مقاول البناء توفير ملجأ مجهز لكل بيت يحتوي على احتياطات الغذاء والماء وأجهزة فلترة الهواء بالإضافة إلى معدات الإسعاف والاتصال وكل ذلك تحسبا لأي حرب نووية أو كارثة طبيعية رابعا ليس لسويسرا عاصمة وليست عضوا في الاتحاد الأوروبي نعم كما سمعتها جونيف ليست عاصمة سويسرا كما قد تظن وليس لهذا البلد عاصمة من الأصل لأن الدستور لم ينص على ذلك ببساطة لكن بحكم الأمر الواقع تعتبر مدينة بيرن عاصمة للبلاد نظرا لتمركز إدارات الدولة هناك خامسا لم تعود البنوك السويسرية حاليا بتلك السمعة السيئة تشتهر البنوك السويسرية بكونها حافظة مال أمينة للمجرمين وتجار المخدرات والديكتاتوريين والمسؤولين الفاسدين في أنحاء العالم ومناذا للتهرب الضريبي حيث تتميز أنظمتها البنكية بالسرية التامة مما يسمح لبعض الفاسدين باكتناز أموالهم في بنوك خاصة دون خشية إفشائها ونتيجة ضغوطات مارسة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بداية من 2014 أعادت سويسر ترتيب ساحتها المالية ووقعت اتفاقية مع كل منهما تقضي بموجبها تزويد السلطات الأجنبية ببيانات المودعين الأثرياء مثل ما يحتم على البنوك السويسرية اقتطاع الضرائب المستحقة على الثروات المودعة في بنوكها وتسليمها إلى السلطات الأمريكية وسلطات الدول الأوروبية المعنية وتعمل سويسر على إرجاع حوالي 60 مليون دولار مملكة لعائلة بن علي إلى تونس مثلما جمدت 130 مليون فرنك سويسري لشخصيات مرتبطة بالنظام السوري وأموالا أخرى تعود للرئيس المصري السابق حسن مبارك كما أعادت حوالي 50 مليون دولار للسلطات النيجيرية كانت تعود للرئيس أباتشا وطلت هذه العقوبات المالية أيضا عددا من السياسيين وتجار المخدرات وموول الإرهاب الذين صدر في حقهم متابعات دولية خلال السنتين الأخيرتين إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جامع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم إلى متابعي قناة هل تعلم السلام عليكم أحمل لكم اليوم نبأ صارا فمن الآن وصاعدا سنتوقف عن إعادة رفع المقاطع التي سبق نشرها في القناة السابقة وسنقدم لكم فقط كل ما هو جديد وحصري من المقاطع الجديدة والمفيدة المنتقات بعناية والمتميزة بمحتواها وتقديمها عبر هذه القناة قناة اكتشف وللرغبين في مشاهدة الحلقات السابقة التي لم ننشرها بعد في هذه القناة فيمكنهم مشاهدتها على القناة الاحتياطية على الرابط المكتوب في الوصف أسفل هذا الفيديو أما هذه القناة فسنعرض فيها فقط المقاطع الحديثة التي تنشر لأول مرة على قناتكم قناة هل تعلم نتمنى أن تقضوا برفقتنا أوقات ممتعة ومفيدة ونعيدكم أن نبذل كل جهدنا لنقدم لكم كل جديد ومفيد من الحقائق والمعلومات من مختلف المجالات والاهتمامات دمتم بود ومحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة